موسيقى الخامسة بتوقيت الجزائر نشرة للأخبار أهلا بكم والبداية بالعنوين رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف وبإضفاء كامل الشفافية والموضوعية بعيدا عن أي مساومات أو تنازلات في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة موسيقى رئيس الجمهورية يدعو إلى تنظيم مهنة الصحافة لجعلها مؤسسة قوية رادعة لأعداء الوطن ويشيد بدور الشباب في بناء المستقبل ويثمن المكتسبات المحققة في مجال التنمية خلال لقاء الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة موسيقى مع اقتراب فصل الصيف انطلاق حملات تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى ومن ولاية الشلف استعراض لاستراتيجية الحماية المدنية في المجال افتتحوا فعاليات الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة اكثر من تسعمائة عارض لابرز اهمية المنتوج الوطني في انجاز مختلف مشاريع البناء والأشغال العمومية اهلا بكم من جديد بداية تحيي الجزائر غدا اليوم الوطني للذاكرة المخلدي لذكرى مجازر الثامن ماي الف وتسعمائة وخمس واربعين وبالمناسبة بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيتها المواطنات أيها المواطنون يحتفي الشعب الجزائري في الثامن من شهر ماي باليوم الوطني للذاكرة المخلدي لذكرى المجازر الشنيعة التي اقترفت في ذات اليوم من سنة الف وتسعمائة وخمس واربعين إن هذه الذكرى تندرج ضمن الأيام الوطنية الخالدة التي صنع فيها هذا الشعب العظيم أمجادا وملاحم تاريخية عظيمة ستظل متجذرة في وجدانه لتذكي في نفوسنا النخوة وتقوي اللحمة الوطنية والروابط بالوطن وتزرع في ضمير الأمة الاعتزازة بروح النظال والمقاومة التي ترسخت لدى أبناء أرض الجزائر الزكية وعبر الأجيال المتعاقبة لقد أنجبت الجزائر على مر تاريخها العريق أجيالا من المواطنيين المقاومين والمناظرين تشهدوا على تعلقها بمثل الحرية والكرمة وما يوم الثامن ماي ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين الذي عملنا على تكريسه يوما وطنيا للذاكرة إلا تعبيرا ساطعا قويا عن روح المقاومة الأصيلة في الأمة وتمسكها بتلك المثل النبيلة لقد ظل الوطنيون الأحرار من أبناء مدرسة الحركة الوطنية على مدى سنوات مريرة من النضال الوطني يهيئون لساعة الحسم التي دوت فيها حناجر الثائرين في الصيف وقلمة وخراطة وغيرها من المدن في ذلك اليوم المشؤوم الذي كشف عن فضاعة وبشاعة المجازر المرعبة التي ارتكبها غلاة الاستعماريين فكانت تلك الجريمة ضد الإنسانية منطلقا لتدويل القضية الجزائرية وطرحها في أروقة هيئة الأمم المتحدة إلى أن انبثقت من زخم النضال الوطني المستهميت شرارة الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر المجيد 1954 إن الدولة وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري بإباء وشرف عازمة في جزائر جديدة سامقة وفية على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية بعيدا عن أي مساومات أو تنازلات وفي هذا السياق فإننا نتطلع في المدى القريب إلى إحراز تقدم المأمول في هذا المسار أخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين لمعالجة جميع القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين والتجارب النووية والمفقودين وفي هذا الشأن كنا قد أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس إننا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة وإذ نستعيد في هذه المناسبة بكل فخر التضحيات الجسام للشعب الجزائري لمدعونا لنجعل من مثل هذه المناسبات ومن الأمجاد التي يحفظها التاريخ للأمة الجزائرية عبر المراحل والحقب إرثا وطنيا غاليا يغرس في نفوس الأجيال المتعاقبة الوفاء لشهداء الأبرار الذين نترحم على أرواحهم الطاهرة ونتوجه بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لمجازر الثامن مايي ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين إلى إخوانهم المجاهدين أطال الله في أعمارهم بالتحية والتقدير المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر حرة سيدة أبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الذكرى نستحذر همجية الاستعمار ووحشيته ضد الشعب الجزائري في مشاهد وأحداث ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية المجاهد عباد عبداللطيف واحد من الشاهدين على جرم المحتل الفرنسي خلال هذه المجازر وعمره لم يتعدى الحادية عشرة أنا ذاك عائشة بوبريق شهداء سقطوا بالمئات ذات الثامن مايي خمسة وأربعين تسعمائة وألف بولاية جالمة التاريخية والكثير من المجاهدين ممن ارتقوا إلى جوار ربهم واليوم نسمع ونوثق ممن سبقونا إلى جمع شهادات من عايشوا وكتبوا عن هذه الأحداث وقت سبق لي أنوثقت هذه الأحداث من أفواه صانعيها من المناظلين الذين تحملوا مسؤوليات في ذلك الوقت وأدلوا لي بشهادات حية موثقة في هذه الوثيقة تعد 8 ياماي إحدى المحطات التاريخية التي مهدت إلى ثورة نوفمبر العظيمة تقديرات تقريبية يعني تفيد بأن تعداد الشهداء الذين ساقطوا عبر قرى وأرياء ومداشر ودواوير ويليد جالمة لا يقل عن 18 ألف شهيد أحداث خرج فيها الصغير قبل الكبير وعلى لسان رجل واحد صدحت بلال الاستدمار وهنا نحن اليوم نلتقي بالمجاهد عباد عبداللطيف واحد ممن عايشوا هذه المجازر صغيرا وأبا إلا أن يكمل مصار الجهاد كبيرا وعندما كنت في الدار في الاريدان هنا نسمع في الحش جاي يعني حاتش يدرنا مانفستation ما في حاتش يهزي العلامات وشي يومي لكو دفور وعندما يسأل أبا إلا باقايا إذا بدأت القتلاء أمويا لكميون طالعا بالغاشي وأنا عندي خويا هذا لتروازيب البليجان وعندما يدفن أمويا 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 مئة أو مئة وخمسين عبد الذكرى الثامنة والسبعون لمجازر الثامن ماي تعود وتبقى هذه النصب التذكيرية شامخة تصارع الزمن ما طال شاهدة على ما اقترفه المستعمر من مجازر يندلها الجبين رئيس والجمهورية السيد عبد المجيد بون وخلال استعراضه العديد من الملفات الوطنية الإقليمية والدولية الراهنة في لقائه الإعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أكد أن الجزائر لن تتخلى نهائيا عن ملف الذاكرة ذاكرة ما نتخلش عليها أبداً مهما كان وما نتساوه محتمى على دولة والو يدعوا بالصداقة والذك شيء ولكن الذاكرة هي الذاكرة وصلنا رانا خطوة بخطوة من بعد المواجهة التي كانت نقدر نقول مواجهة اليوم صبحنا بالتقريب قابلين بعض ما بعض باش ندرس مع بعض أنا مشير معها خلقنا لجنة مشتركة مؤرخين تانا وانتحهم ولا أنا مشير معها السيد الرئيس وفي معرض حديثه عن دور الصحافة وأهميتها في الصحة الوطنية أكد ضرورة تنظيم المهنة كي تصبح مؤسسة ردع قوية كباقي مؤسسات الدولة اليوم نحاول لمشم لأنا إذا كان عندكم مدافع اليوم لدافع للصحافة الوطنية ونتمنى باش تكون أقوى صحافة لتساعد تكون مؤسسة قوية مثل ما هي مؤسسة مؤسسة الجيش قوية مثل ما هو الاقتصاد ما هي ويتقوى تكون مؤسسة تعرضة بالنسبة لأعداء الوطن فيما يخص رد الهجومات هذه وتهجومات على الوطن السيد رئيس الجمهورية أكد أن ثروة السياسية النظيفة والحقيقية هي شباب والمجتمع المدني مشيدا بتأسيس المجلس الأعلى للشباب كهيئة تساهم في إشراك هذه الفئة في صنع مستقبل الجزائر الثروة السياسية النظيفة هي شباب وهذا كهلاش لأول مرة سيف دو حدين أنا عارف ولكن حاولت حاولت وإن شاء الله نجحنا بدرجة عالية في تأسيس هيئة شبابية لتمشي البلد المجلس الأعلى للشباب رأى هيئة استراتيجية وضرورية هذه البلد والضمن نتمنى أن تضمن كل شباب السيد رئيس الجمهورية أكد أن جميع المؤسسات المالية العالمية تشهدوا بالنمو الذي تعرفه هو الجزائر في جميع المجالات الناس نرىها تحلل في الأعمال وفي التطور ما همش عاطفين وما همش يعني باب تفكير متسامح وقالوا صعبوا يطيحوك ولقاوا اليوم بالليل أمور أخرى تحليل تعصدق النقد الدولي كنه بفاسيل ويعرفنا ونعرفوه من واحدة وتسعين البنك المنديل المؤسسات الأخرى تحليل ويقالوا في الجزائر رغم منهم ربما ولكن هذا هو الواقع نرى 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 وتحسبا لأي طارئ قد يتسبب فيه موسم شح الأمطار أكد السيد الرئيس الجمهورية مضيه في تعميم إنجاز محطات تحلية مياه البحر على طول الشرط الصحلي خاصة وأن الجزائر تمتلك كوى المؤهلات التكنولوجية الخاصة بها في هذا المجال أنا طلبت باش نعمم تحلية مياه البحر فرصاك جيدي الحمد لله البحر ما يمين شفش نضعك تحلية مياه البحر على كل شط باش ندخل بالتحلية حتى بداية الهضاب العليا احنا البربلام اليوم اللي وصلنا لي من بالإيجابيات سيكوى التكنولوجي نتعنا براتيكوى 80% 85% دي جنيت دي سالمون سيارجيريا وصاكوى جوالي ميتبلية كان نجمون ديرو من 10 ألف متر مكعب حتى 150 متر مكعب وأضاف السيد رئيس الجمهورية قائلا أن الجزائر اليوم حاضرة عالميا نظرا لوزنها الكبير ومشاركتها الفعالة في مختلف المحافل الدولية جزائر اليوم صبحت توتير جادلوين تحط رجالها تقوم القيامة سيكوى التكنولوجي نتعنا براتيكوى هذا هو ندرك الأحداث العالمية لا تدرك بلد الجزائر هذا هو سيكوى تكنولوجي نتعنا براتيكوى ضمن تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية لتنظيم مناورات ميدانية جهوية ووطنية لمواجهة مختلف الأخطار الكبرى أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد والدى زيارته إلى ولاية الشلف على تنفيذ تمرين جهوي لفرق الحماية المدنية وخلال العملية التي تشمل ولاية الشلف البيرا، باتنا وورغلا استمع مراد إلى شروحات وافية حول استراتيجية الحماية المدنية للاستجابة للمخاطر الكبرى لا بد من مثل هذه التمرين مثل هذه المحافلات لأن دونها لا ناصر أبداً لا مبتغنة الكل يعلن من السيد رئيس الجمهورية كل الحرص لأن نكون في كامل جاهزية وأعتقد أن الحماية المدنية التي برهنت أكثر مرة عن قدرتها والتي يعتبر بها القاصب الداني ويعتبر بها العالم ككل لكن وسط المستوى هذا فرضت هذا الاحترام لأن هذا التمرين تبقى دائماً من استراتيجياتها وكل تمرين وكل عملية إلا ونستخلص منها الدروس زيادة على ما عشناه في الكوارث التي نسجبها من حين إلى آخر انطلقت اليوم فعالية الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك في طبعته الخامسة والعشرين بقصر المعارض بإشراف وزير السكن والعمران والمدينة وبحضر عدد من الوزراء الصالون الذي يعرف مشاركة تسعمائة عارض منهم خمسمائة وخمسون عارضاً وطنياً وثلاثمائة وخمسون مؤسسة أجنبية يعد فرصة للتعرف بالمنتجات والابتكارات الجديدة في مجال البناء ومواد البناء الآن الباتيماتيك يعتبر أكبر معرض في إفريقيا وتقريباً الأول على المستوى البحر الأبيض المتوسط هذا النجاح وهذا المرتبة التي وصل لها الباتيماتيك جاءت أيضاً بالمنتوج الجزائري المنتوج الجزائري اللي شفناه في الأجنحة مختلف الأجنحة اللي وصل منتوج جزائري عالمي يحترم كل القوانين العالمية ليسمح له باش يروح في التصدير وصلنا إلى توفير منتوج جزائري اللي مستهلك في الجزائر اللي يغطي احتياجات الجزائر الآن نفكر في مرحلة ثانية أننا نمشي لإفريقيا في قطاعي التعليم العلي والبحث العلمي مشاريع ابتكارية جديدة تثر البحث العلمي أنجزها طلبة المدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الصحل وتخص هذه المشاريع التي أشرف على إطلاقها اليوم كل من وزير التعليم العلي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية تخص تربية المائيات وحاضنة أعمال بالمدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الصحل ومخبرا تقنيا خاصا بتحلية مياه البحر المدرسة العليا ستقوم بمرافقة كل المحطات التي تنوي الجزائر بناءها على الساحل الجزائري في مجال تحلية مياه البحر قفنا اليوم على الكثير من تجارب لطلبة لتستحق المرافقة نحن اليوم خاصة لكيف يمكن أن يكون لنا هذا الجسر ما بين الجامعة صفة عامة وما بين القطاع الاقتصادي تنمويا ومع اقتراب فصل الصيف يرتفع حجم استهلاك المياه الصالحة للشرب خاصة في مناطق الجنوب ولضمان هذه المادة الحيوية تسارع مصالح الدولة إلى الانتهاء من هذه المشاريع العين من بلدية القرارة بولاية غردايا مع حمو أجانا لا زال مواطنو بلدية القرارة بولاية غردايا يبحثون عن مياه الشرب منذ عام من الهبوط المفاجئ لمستوى الماء في بئر الرحمانيات لمسافة 130 مترا في خمسة أيام مع طراجع قوة الضغط وحدوث أعطاب في المضخات مما تعقدت مهمة تزويد الساكنة بمياه الشرب رانا هنا في أعلى منطقة في البلاد رانا هنا عينوا على العام تشوف جمعها هم بالبياد نتواعهم كل واحد راي يحوس يعمر ما كانش أزمة على الماء حتى الحجم الساعي ناقص عندنا راح ترجيسيا ولات حركة الفون فاق على خير بعد ما كاشر ما بان حتى الغضواء ولا ريقلوها وأمام هذه الوضعية سارعت السلطات المحلية إلى حل المشكل كما استفادت الدائرة بمشاريع تنموية لتزويد وتخزين المياه قامت البلدية بتسخير إمكانيتها المادية والبشرية لاستعجال الموضوع وحيث قامت بشراء مضخة عائمة لتدعيم بئر الأرتوازي بناحية الرحمانيات التي يمون البلدية أكبر عدد من سكان البلدية كذلك قامت بتجهيز بشراء محول كهربائي لتدعيم البئر الأرتوازي بناحية سيدي بالخير إضافة للخزان الجاري حاليا على مستوى القطب الجديد بصعن خزان جديد مبرمج في هذه خلال هذه السنة بمنطقة الرب والخضراء لتدعيم المناطق خاصة المناطق المرتفعة وضع هذه المشاريع حيز الخدمة سينهي معاناة المواطنين ويلبي حجم استهلاك مياه الشر نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها أيضا انتعاش نشاط ميناء مستغانا مواقمة الصادرات عبر الميناء تفوق الثلاثين من المئة خلال ثلاث الأول من السنة الجارية مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر يقرر استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات المجلس وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها لكم منال العجال منال أهلا بك أهلا بك يا العلجة مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لنهر اليوم والبداية من قصر المعارض بالسنوبر البحري حيث تجري فعالية الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للبناء ومواد الأشغال العمومية الطبعة تعود بقوة هذه السنة بعد قطعة تسببت فيها جائحة كورونا وتدوم فعالية باتيمتاك من اليوم إلى غاية الثالث عشر من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر هذا وثمن بعض المشاركين المحليين والأجانب الطبعة الخامسة والعشرين لصالون باتيمتاك بالنظر لفرص التعاون والشراكة التي يتيحها المعرض لفائدتهم لدينا شركة تصنيع في إسطنبول يصنع معدات الختم الهيدروليكية والهوائية نحن الحمد لله نبيع معدات منتوجنا لداخل تركيا وأيضا خارج تركيا فإن شاء الله أملنا هدفنا أنه يكون منتوجنا يباع في الجزائر شركة لفاجي شركة متخصصة في إنتاج مواد البناء خاصة الإسمنت في هذه السنة صلت الضوء على البناء بأثر كربوني أقل البناءات الصديقة للبيئة بناءات ذات جودة وذلك أثر الكربون أقل من ما هو معمول به حاليا نحن مؤسسة بورتغالية مختصة في صناعة الحجر الطبيعي مثل ما تشاهدون شركنا في هذا المعرض ليتعرف على السوق الجزائرية وطبيعتها وإقامة شركات جديدة مع متعاملين اقتصاديين جزائريين تنطلق اليوم عملية الاستبيان والإحصاء لتشمول كل النشاطات التجارية لتستمر العملية 45 يوما هذا وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني قد كشف في وقت سابق عن الخطوط العريدة لورقة طريق القطاع التي تأخذ بعين الاعتبار تنظيم النشاط التجاري على مستوى التراب الوطني وتحديد أولوية قطاعه بسم الله هنا خارطة طريق شاملة ومتكاملة ترتكز أساسا على مقاربة اقتصادية ذات أهداف واضحة واضحة المعالم لا لبسة ولا أموضة فيها تجسيدا لاستراتيجية الدولة ومخطط عمل الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتطوير اقتصاد وطني وفق أسس علمية في موضوع آخر ارتفع نشاط ميناء مستغانم خلال التولتي الأول من السنة الجارية إلى 98 ألف طن كما سجلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة الممتدة من الفاتح جونفي إلى الحادي والثلاثين مارس ارتفاعا قدر بثلاثين في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وشملت السلع مواد غذائية وفلاحية وأخرى خاصة بالبناء والمواد الحديدية والكيميائية سجلت الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية إرادات نفطية بلغت 280 مليار ريال فاصلة تسعة خلال الربع الأول من العام الجاري كما ارتفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% في الفترة نفسها لكن في مجال الأنشطة غير النفطية وبررت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية ارتفاع النمو إلى انتعاش الأنشطة خارج المحروقات بنسبة فاقت 5.8% أكد وزير المالية المصري محمد دامعيط أن قرار مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الاعتماني بالعملتين المحلية والأجنبية لبلاده إلى درجة با مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياطات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري بمنطقة اليورو ارتفع تدخم إلى 7% خلال شهر أفريل المنصرم بعدما حقق 6.9% وسجل التدخم نسبا عالية فقط 10.6% قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني قروضا بقيمة 170 مليار يوان أي ما يقارب 24 مليار دولار فاصل 6 القروض وجهت للشركات الصغيرة الناشطة في قطاع تجارة الخارجية وذلك خلال ثلاثي الأول من العام الجاري ارتفعت أسعار النفط بـ 22.80 دولارا لتصل إلى 75 دولارا فاصل 37 سنة للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسطى الأمريكي بدولارين 2.78 سنة ليبلغ 71 دولارا و34 سنة للبرميل إلى أسعار الذهب التي انخفضت بنسبة 1.97 من المئة لتصل إلى 2024 دولارا للأوقية بالإضافة إلى تراجع العقود الآجلة بنحو 1.87 من المئة لتبلغ 2017 دولارا للأوقية ختم النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام أهم العملات الأجنبية نهاية الموعد الاقتصادي شكرا على المتابعة نلتقي غدا بحول الله السلام عليكم شكرا لك منال وفي تتمة نشرتنا وضمن جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية احتضنت ولاية عين تيموشنت العديد من النشاطات التحسيسية بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في وضع حد لهذه الظاهرة محمد سلمي هو جانب من فعاليات النشاط التحسيسي الذي احتضرته المدينة الجديدة بعين تيموشنت بمشاركة فعاليات المجتمع المدني الذين شكلوا كتلة واحدة لمجابهة ظاهرة الإدمان كلنا حضرنا من أجل أن نسجل هذه الوقفة في هذا اليوم التحسيسي من أجل أن نبث هذه الرسالة للشباب والأطفال بأن الأقراص المهلوسة بأن المخدرات بأن هذه المؤثرات العقلية هي سموم هذه الفضاءات يكمن الدور انتاحا باش نسارنوا هذه الفئة ونوخرهم على هذه الآفات وكذلك باش نوفروا لهم الآليات للإدماج والإحتواء نحن محتاجين إلى الإبداع والابتكار وأيضا ذهب إلى تفعيل العقل التعنى الإبداعي مع الأدوات التكنولوجية الحديثة ومع أيضا المقاربة الجوارية الأكثر الالتساق مع الشباب حتى أولا نحمي الشباب في المؤسسات التربوية في المؤسسات التعليمية في الشارع في التجمعات على غرار الأماكن التعريضة وغيرها ولكن أيضا بلغة ومقاربة اتصالية يفهمها الشباب نشاطات قابلتها لقاءات تشاورية من قبل مؤسسات صيدلانية بتسليط الضوء على أهم التشريعات القانونية التي تسعى الدولة إلى إطلاقها للحد من تفشيهاته الظاهرة هذا القانون الذي تنتظر منه الدولة وكذلك الصيادلة الكثير في الوقاية من الانتشار غير شرعي للمؤثرات العقلية وكذلك الدور اللي يلعب الصيدلي في الوقاية من المخذرات وكذلك في محاربة الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية ليكلن هذا اللقاء بتكريم الفاعلين إضافة إلى تنظيم معرض يضم مؤسسات صيدلانية والقيام بزيارة لمرافق صحية مختصة في علاج الإنمان في المشهد الثقافي وضمن فعالية شهر التراث نظمت وزارة الثقافة والفنون دورة تكوينية لفائدة مختلف أسلاك الأمن في مجال حماية التراث الثقافي بعنوان حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الدورة والتي تدوم إلى غاية السادس عشر مايا الجري جرت بحضور ممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك الجزائرية وكذا ممثلون عن قيادة القوات البحرية الجزائرية قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة جمهورية مصر العربية قرر استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات المجلس وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم كما قرر مجلس الجامعة العربية على ضوء الجهود التي بذلت من قبل الدول العربية وبشكل خاص في قمة لم الشمل بالجزائر قرر تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أقدمت إدارة الاحتلالية الصهيونية اليوم على إنشاء بؤرة استطانية جديدة على أراضي تابعة لبلدة مخماس شرقي القدس العملية نفذها عشرات المستوطنين تحت حماية قوة الاحتلال في إطار عملية التوسع الاستطاني التي تلتهم والمزيد من أراضي الفلسطينيين من جهتها قالت الخارجية الفلسطينية إن التصعيد الحاصل من انتهاكات وجرائم الاحتلال يعد عكاسا مباشرا لحملة التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني من قبل إدارة الاحتلالي الصهيوني إلى السودان حيث لم يخمد فتيل المعارك الجارية في العاصمة الخرطوم رغم موافقة طرفي الصراع على هدنة جديدة حيث سمع دوي قصف وضربات جوية في حي رياض حسب شهود عيان في حين لم تتسرب أي معلومات عن المفاوضات الجارية بالمملكة العربية السعودية من أجل وقف إطلاق النار في البلاد ووسط الوضع الإنساني المتفاقم جراء المواجهات والاشتباكات شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة وقف القتال في السودان على الفور قبل أن يتحول هذا الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات قادمة في كندا وفي وضع غير مسبوق تم إجلاء خمسة وعشرين ألف شخص من منالزلهم بمقاطعة ألبرتا غربي البلاد بعد اندلاع أزيد من مئة حريق في غابات المقاطعة خرج ثلثها عن السيطرة بسبب تأجيج رياح لها ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوار في أخبار الرياضة تم اليوم بالمركب الأولمبي محمد بوذياث بالعاصمة تنصيب اللجنة العليا لتنظيم الألعاب العربية المقرر أجراؤها من الخامس إلى الخامس عشر جولي المقبل مراسم التنصيب أشرف عليها وزرو الشباب والرياضة الذي أكد جاهزية الجزائر لإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي من كل النواة هذه الدورة العربية منذ 2011 لا تنظمت نظن أنه شارف لنا أننا ننظم هذه الدورة إن شاء الله ستكون في يوم تاريخي وهو يوم من يوم 5 جوليا إلى يوم 15 وإن شاء الله الجزائر نظن أنها بدأت تكسب خبرة من ناحية التنظيم إن شاء الله سنكون في المساوك العادة وهذه نقطة بداية خاصة للجنة لكي كل واحد يحضر نفسه يعني يحضر هذه الدورة المهمة إن شاء الله وللتذكير منافسة والألعاب العربية ستجرى بكل من الجزائر العاصمة تيبازا وهران عن نابا وقصنطينة رياضة دائما حيث يختتم صهرة اليوم الدور التصفوي الأول لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة بملعب التسع عشر مايب عن نابا والمباراة الأخيرة عن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بين بوركي نافاسو والكاميرون التي ستحدد المتأهل الثاني عن هذه المجموعة بين تأهل منتخبي بوركي نافاسو والكاميرون إلى الدور الربع النهائي من كان الناشئين خيط رفيع وإن كان مصير كل فريق بيده إلا أن المواجهة المباشرة للخيول والأسود ستلعب على جزئيات صغيرة الكتيبة البركي نابية وتحسبا لهذه الموقعات استعدت من كل النواحي نفسيا بدنيا وتكتيكيا والهدف هو الإطاحة بالأسود لغير للأسف ضيعنا الفوز أمام مالي واليوم ينتظرنا تحدي كبير ويجب علينا تحقيق الفوز أمام الكاميرون من أجل مواصلة المغامرة وتحقيق هدفنا في هذه البطولة على أرضية ملعب التاسع عشر مائل ست وخمسين بعنابة سيكون الفصل بين المنتخب البركي نابي والأسود الكاميرونية التعادل أو الفوز يكفي المنتخب البركي نابي من أجل مرافقة منتخب مالي لدور الثمانية بينما يتحتم على المنتخب الكاميروني الفوز لغير في مباراة ستعد بالإثارة والتشويق حسابات يريد أن يترجمها منتخب الكاميرون بفوز ينسيه تعثره أمام مالي في الجولة الماضية ومواصلة رحلة البحث عن تتويج ثالث في تاريخه يتحتم علينا الفوز وتجنب الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى وليس لدينا خيار آخر غير الفوز يوم الأحد وتسجيل الأهداف وهو ما يتوجب على خط هجومنا هزو شباك الخاص هذا ويمكنكم مشاهدين الكرام متابعة المباراة على المباشر بداية من الساعة الثامنة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري الخامسة تمت تذكير بعناوينها رئيس والجمهورية يؤكد على ضرورة تكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف وبإضفاء كامل الشفافية والموضوعية بعيدا عن أي مساومات أو تنازلات في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة رئيس والجمهورية يدعو إلى تنظيم مهنة الصحافة لجعلها مؤسسة قوية رادعة لأعداء الوطن ويشيد بدور الشباب في بناء المستقبل ويثمن المكتسبات المحققة في مجال التنمية خلال لقاء الأعلمي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مع اقتراب فصل الصيف انطلاق حملات تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى ومن ولاية الشلف استعراض لاستراتيجية الحماية المدنية في المجال افتتحوا فعالية الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة أكثر من 900 عارض لإبرز أهمية المنتوج الوطني في إنجاز مختلف مشاريع البناء والأشغال العمومية شكرا لكم على كرم الإصاء والمتابعة القطن بخير اشتركوا في القناة